الأسطورة العربي بنبارك، عبدالله الأنطاكي الملقب بمالاقة، بادو الزكي، واللائحة طويلة، نجوم أتتت فضاء الليغا الإسبانية على مر التاريخ، وأسهمت في كتابة صفحات من دوري يحتل تصنيف أفضل الدوريات في العالم من الاتحاد الأوروبي منذ 2012-2013. حضور تناولته ندوة صحفية عقدتها مؤسسة لاليغا المشرفة على الدوري الإسباني بهدف الكشف عن برنامجها الترويجي في المغرب. إطلاق هذا البرنامج هنا هو التأكيد على أهمية المغرب بالنسبة لنا للترويج لبرنامجنا. علاقة قوية تجمع المغاربة والبطولة الإسبانية. نريد أن نكون أقرب إلى الجمهور المغربي وحاضرون دائماً بالمغرب، وهي أولى الخطوات لبدء عدة مشاريع. المغرب من بين 84 بلداً تم إطلاق برنامج لاليغا فيها. اختيار ما رده عشق لجماهير كرة القدم لتفاصيل ومباراية لاليغا ونجومها. ورغبة في تثمين علاقات تاريخية تعود لعقود خلت. هي فرصة لتثمين العلاقة التي تجمع المغرب وإسبانيا، ويعتبر المغرب من بين الدول الهامة لنا للترويج لبرنامجنا. أولاً لأن الشعب هنا يتنفس كرة القدم، وثانياً لأن لاليغا تزخر بعدة لاعبين مغاربة، ويعتبر المغرب من بين الدول أكثر تتبعاً للدور الإسباني. نحن هنا أيضاً لمشاركة تجربتنا الناجحة في مؤسسة لاليغا، ونقوم الآن بعدة اتصالات مع الجامعة والأندية المغربية. المغاربة ولاليغا قصة عشق مع كرة القدم، لكنها أيضاً قصة لاعبين أبدعوا، ولا زالت ذاكرة جماهير الإسبانية تحتفظ بإنجازاتهم إلى اليوم. بالنسبة لاليغا تزخر في تاريخي، ومنشة فرناندو، والأبعاء، والإزماجات التي تزخرون في تاريخ، لا نتحدث لهم، لا نتحدث لهم. أما بالنسبة لاليغا هنا، سنستفيد منها، لكن أين نستفيد منها؟ سنستفيد منها لأن البلان التي أعطاها تقريباً، وأنا كنت تبعاً بزاف لأننا كانوا أحداً لسامبليسيتي، ندوة صحفية تم من خلالها إطلاق برنامج لاليغا في المغرب، وأيضاً لحظة استرجع خلالها الحاضرون مصار مؤسسة لاليغا وأدوارها في تسويق الدور الإسباني، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة هنا في المغرب، كما في بقية دول العالم.